طيب بعد المباراة اللي فاتت كان لابد من بحث كل الامور بس يمكن دي سمات عمل الاهلي ان انت حتى وانت بتشتغل مش بتضرورة بتعمل ضجة وبتعلن انت بتعمل ايه لكن بتشتغل وبترتب ملفاتك صح وبتراجع اخطائك لانك عشان تصوب مسيرة او عشان تصحح مسار لازم اولا باول لازم تشوف الخطأ لازم تشوفه ولازم تسمعه فحتى يعني اللي بيقولك على الخطأ انت شايفه برضو مش مش بتكابر يعني بداية العلاج ان انت تبقى عارف حقيقة الامر ايه واعتقد الكابتب محمود الخطيب رئيس النادي بوصفه المفوض من مجلس اللي درب الاشراف على الكرة وبوصفه نجمه كرة كبير كبير عنده الرؤية الخاصة بتأثير الشد والتوتر العصب على اللاعبة اللاعبة دي وهي بتلعب الفرص دي اللي بتضيعها الحالة بتاعتها اللي في الملعب دي ناس وقع تحت ضغط رهيب مش سهلة ابدا واي رياضي عارف تأثير التوتر والشد العصب الزيادة على اللاعب وعلى تركيزه وعلى اداؤه بتأثر على الابداع على القرار حتى ما هو القرار ما هو القرار قرار الابداع قرار يعني انت مثلا وعايز تعمل كرة شب مثلا وبتاعه لو انت هذه هتعملها لو انت متوتر عايز تشوتها بمنطال قوف اي انت جاي ممكن ربنا يا كريمك الفرق بالقرار ممكن تلبس وتيجي جود ولو ضاعت يقولك كان المفروض يتعمل كذا كان المفروض يتعمل كذا دي عايزة سبات نفسي جامد جدا وعايزة هدوء وثقة سمعتوا طبعا الجهاز لازم يمشي ساد عب حافظ لازم يمشي اللاعب الفلاني وكل الناس في لحظة الغضب تقريبا مشت معظم اللاعب اللي لم يكن كلهم ومشت الجهاز وغيرت الدنيا كلها والناس مش وقدة بالها انه المركب في عرض البحر اه عندك مشكلة اه انت خسرت المباراة بس انت مخسرتش البطولة والنادي الاهلي اللي الاسبوع ده بيحتفل بمرور 112 سنة عمره متعامل مع الامور الرياضية بالمنطق اللي الناس بتدفعوا ليه ان انا فجأة ارم الفوطة وفجأة اهد المعبد وابدى من الصفر لا خالص اكب من البطولات وحضراتكم اللي متابع فيه كورة من فترة بعيدة عارف كده الاهلي كان يخسر من اسوان واسوان يهبط في الموسم ده بس الاهلي ياخده الدوري غيره الهزيمة بتخليه يهد الدنيا ويبدأ من الصفر الاهلي عمره متعامل مع الفرقة بتاعته او مع فرقة الرياضية بالتعامل ده عشان كده الجمهور لما بيبقى في لحظة غضب فاهم انه لازم الناس لتمشي طب تمشي تروح فين وهو تمشي عشان تجيب مين انت مش واخدين بالكو اللاعبة اللي انت بتكسرها او الجهاز اللي انت بتفقده الثقة فيه هو ده اللي هيلعب بعد يومين ساذ ابراهيم احنا عندنا قتأ الفرقة اي ببدايلها وإلا ما كنتش في لحظة اصابة اتناشا اللاعب تلاقي فريق صح والغلط طبعا طبعا المتشاط اللي احنا خسرناها اه وفيها رعونة وفيها اضاعة اهداف وفيها كل السلبيات اللي تذكرت كانت موجودة لكن ايضا بكل السلبيات دي انت الاكسر اضاع الفرص وانت الاكسر سرطيرة لازم نشتغل على القوة الكاملة اللي عندنا اي ما نفقدش ثقاتنا في نفسنا لازم وإحنا يعني لما بنيجي نقول الكلام ده ليس دفاعا او التماسا اه يعني او تبريرا للسلبيات اللي بتحصل ولكن احنا بنقول يا جماعة ايوة باذن الله لو ربنا وفقنا وتجاوزنا السلبيات دي حنبقى حاجة كويسة جدا اصبوروا عن الفرقة دي اي نصلح فيها بعض الحاجات البسيطة جدا اه وطالما ان انت عندك قطاع ناشين مرعب زي ده ها ما حتلاقي برضو فيه حاجات كويسة بانت في الاعراض اللي برة اي وانما كانش عندك حاجة حتقدر تعوضها من برة طبع انما في كل الاحوال والله يصدقوني بناء الفرق اسهل في علاج الازمات من اي حاجة تانية الصعب الحاجات النفسية الصعب انك انت تفقدني صيخة في نفسي الصعب ان احنا نتخون بعض الصعب ان احنا ما نتحملش بعض الصعب ان احنا ما نشوفش الخطر الحقيقي جاي فان ما نشتبكش مع بعض وغيرنا منتاز الفرصة وعمال يكيد لنا لازم نتنبه لديه هو دين خطورة وديه النصيحة للا اي واحد اهلاوي بيحب الاهلي ومش بس مننا حتى من الاعلامي القدير الزميل تامر امين وهو بيتكلم في قناة النهار رسالته لجمهور الاهلي في هذا الظرف انا عايز جمهور الاهلي يهدى وانتو عارفين ان انا اهلاوي جدا فانا بكلم نفسي وبكلمكم انا اتمنى ان جمهور الاهلي يهدى انا عارف ان الاهلي مش واخد على الخسارة خصوصا لما الخسارتين جمورة بعض خسارة افريقيا الاسبوع اللي فات وخسارة بيراميدز الاسيوطي سابقا اه مبارح فخبطتين في الراس توجع بس ما يتطوتش خبطات الراس يمكن تصدع شوية يمكن توجع شوية يمكن تحس بشوية قلم لكن شوية وحتفوق منها جع راسك بعد كده نشفى وحديد وضخبطها في الحيطة تعدي منها فهو ده الاهلي فدعوتي لجمهور الاهلي ألا تقلق وألا تحزن بلاش حالة الفوران أنا عارف أنتم مش واخدين على الهزيمة ولا الخسارة لكن بلاش حالة الفورة والثورة والغضب اللي مش حيجيب نتيجة دلوقتي وانا عجبني الحقيقة ده اللي عجبني في عاجلات تانية مش عاجباني بس ده اللي عجبني في مجلس دارة النادي الاهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب وهو حالة الهدوء اللي حصل حتى بعد الهزائم في فرق تانية ما الدنيا تخبطت والمدرب أقيل في لحظة واجتماع عاجل لمجلس الإدارة وبيانات مش عارف إيه وهنعمل مش عارف إيه واللعبة دي تمشي واللعبة دي تقعد والمجلس الإدارة مش عارف إيه لا ما فيش كده الإدارة بهدوء علشان ما تبتخدش قرارات انفعالية نندم عليها لاحقا ودي الحقيقة ميزة في كل أجيال مجلس دارة الاهلي المتعاقبة من زي ايام صالح سليم مرورا بحسن حمدي ثم محمود الخطيم وهي فكرة الهدوء وعدم اللجوء إلى القرارات الانفعالية اللي تبقى عقب أي مصيبة أو كرسة أو هزيمة أو مش عفقين فده شيء جايت رقم اتنين إقالة لسارتي من وجهة نظري خطأ قاتل دلوقتي خطأ قاتل دلوقتي الناس اللي بتطالب لسارتي ولازم يمشي يدرى فهمش في الكورة ما فيش كده ما فيش كده لازم يخلص الموسم ونقعد يخلص البطولة الدوري بصوت الكاس وخلاص بطولة أفريقيا خلصت ونقعد في نهاية الموسم نشوف عمل ايه وما عملش ايه طور ايه وما طورش قديه حقق قديه وما حققاش قديه ثم يحاسب نهاية الموسم لأن الأهلي لا يحاسب بالقطعة ما خرجش كلامه على إن طبعا إن إحنا هو ده الموقف اللي نتلحن فيه ما ندورش مين غلط ومين أيا كان ها احنا مش مش وقت الوقت نعاتب بعض فيه قد ما احنا عايزين نشوف ها كيف نخرج بالفريق إلى إنه يدي كل اللي عنده ولو إدى كل اللي عنده وقدر يكسب مطشاته اللي جاية خلاص هيحقلنا الهدف اللي إحنا عايزينه وبعد كده على مهلنا كده وإحنا ماشيين برضو ندرس أيوة ندرس بهدوء فلكن الغضب هيقودنا إلى خارات مش صح وده ده لب الموضوع ولب الجلسة اللي كابتن خطيبة عقادها مع اللعيبة ومع الجهاز الفني الهدوء الكل لازم أن يهدى واللعيبة لازم أن تستعد تستعد سقتها في نفسها وتشعر بالتفاف الجمهور حواليها وتشعر بحق الجمهور في الغضب وده اللي قاله له من كابتن خطيب حتى هو بيطالبهم لازم أن أولا فكرة أنه هو يكاد يكون قال لهم إحنا المسؤولين مش أنتوا أنا مدام باختارك وبديك الفرصة وبدعمك خلاص أنا بتحمل معاك المسؤولية الدين اللي عندك بقى بس أنا بتحمل معاك المسؤولية إلعب إلعب بلاش تحس أن الأرض مهزوزة قوي إلعب والنادي كله في ظهرك إلعب والناس كلها واسقة فيك إلعب وهمفكرك بالناس دي كانت بتقول عليك إيه قبل ثلاثة أربع مرشات فياته كانوا دول أفضل لعيبة في مصر وهتسمعوا الكلام دلوقتي بس عشان تشوفوا هز السقة وكهربة الأرض تحت لعبة الآلي مقصودة ومتخطط لها فالجلسة كان هدفها كله الهدوء الهدوء واستعادة سقة الناس في نفسها شوية وكان فيه ثلاث رسائل مهمة بحسب موقع مصراوي حرص عليها الكابتن الخطيب مع اللعبة طلبهم بالثقة في النفس اللعبة بروح معنوية عالية إسعاد الجمهور وتقبل شعوره بالغضب وقال لهم مهمة جدا مهمة جدا دي بالضبط سمع من كل اللعبة أو من اللعبة اللي حبت تتكلم سمع من كل اللعبة اللي عايزة تتكلم لسارتي وسيد عب حفيز شرحوله كل تفاصيل المرحلة اللي فاتت طبعا انت تتبقى غضبان على اللي حصل في بريتوريا لكن انت شفت اللعبة هنا في برج العرب ما أسرتش أو مسجلتش لأسباب كتيرة الجمهور حياهم بعد نهاية المباراة مباراة بيرامنز لو بالشكل ده بحجم السيطرة والتأثير والفعالية والفرص اللي ضاعت المباراة ما تنتهيش بالنتجة دي خالص لكن هذا التوتر الشديد اللي باين على وجوه اللعبة كان له تأثير عشان كده مسئولية رئيس النادي كرياضي انه يبدأ يعيد الامور للهدوء يبدأ يرجع اللعبة للحالة النفسية الطبعية الحالة اللي فيها من شد عصب وتوتر واحساس بالقلق مش هتنجح اي لاعب كانت المسألة حتى في الصحافة اللي اتكلمت عن هذه الجلسة الاهرام قالت رئيس الاهلي يؤكد رفع العقوبات عن اللعبين مرهوم بحسم الدوري وكأس مصر الشروق قالت الاهلي يرصد للعبين مكافآت استثنائية في حالة الفوس بالدوري الخطيب يطالب الجهاز الفن واللعبين بمصالحة الجمهين ويشدد على التمسك بروح الفانيلا المكافآت استثنائية والكلام ده عشان الناس يتقول لك يعني برضو لازم لازم نلاقي حاجة يعني ان يعني ايه مكافآت استثنائية المفروض يلعبوا من اجل المفروض لكن انت خاص منهم لما اصروا بالزبط فاديهم مكافآة لما يجيدوا بالزبط وقالت الوطن كواليس جلسة الخطيب مع العيب الاهلي قالت ان فيه عشرين الف جنيل للفوس في المباراة ومية وخمسين الف حل الاحتفاظ بالبطولة وخاصم ثلاثين الف على الخسارة والتعادل الوفدة قالت المكافآت اخر اسلحة مجلس الاهلي لانقاذ الدوري محاولات لاحتواء غضب الجماهير والخطيب يؤكد ثقته في لاسارتي ليه ثقته في لاسارتي لاسارتي وقت ما الاهلي لعب كرة حلوة وسجل جوان كانت كل الناس مبسوطة وسعيدة بيها كانت الناس كلها متفائلة جدا واللي بيحبوا الاهلي كانوا مبتهجين للاسارتي قوي واللي ما بيحبوش الاهلي كانوا قلقانين منه جدا ليه كانت النتاج الكويسة وقبل النتاج الكويسة كانت الكرة حلوة والاداء جميل من نفس العناصر نفس اللعيبة ونفس الجهاز اللي النهاردة بيترجمه نفس الرجم اللي حصل دلوقتي كان غريب جدا وقتها أنه كان محل الإشادة كابتن كريم حسن شحاتة في القناة الأولى ياما أشاد بالاهلي وأشاد بلاسارتي وقت الإيجادة كانت الإشادة الأهلي يقدر يلم نفسه لأن الزمالك هيبقى مرهق أفريقيا الزمالك هيطلع ويروح ويجي كتير هيبقى عنده إرهاق شديد جدا من بطولة أفريقيا فرجاني ساسي وقع منه أي ورقة مهمة هتقع من نادي الزمالك تؤثر عليه في الدورة برامة زو الأهلي فضيين ما روهمش حال طيب شوارب ألش يمكن فيديو كريم حسن شحاتة غير فيديو وليد صلاح كابتن وليد صلاح دين كان بيتسئل هنا إيه فرص عودة الأهلي لكن احنا بنتكلم على وقت الإشادة قبل كده أو وقت الإيجادة قبل كده وأداء الأهلي كانت فيه إشادة باللعيبة وبالجهاز الفني احنا بس بنفكركم ياريت شوارب يفكركم مروان مروان سند لنتفت نتفت وص على نفسه بصص على حسين الشحات حسين الشحات عدة ضرب الأفصايد لجيرالدو جول شغل مش حاجات بقى صدفة ولا حاجات كور سابتة ولا ده شغل شغل انتشار وتحرك ما بين لعيبة وانسجام وتفاهم يعني كلام ساعة الفوز بيبقى هو ده نوعية الكلام طيب الكابتن حسن بستكاوي برضو فون سبورت رأيه في لسارتي يعلق على لسارتي وقتها كنية من وجه نظرك حيسعي في لسارتي لتعديل المصار داخل النادر آلي فنيا لو شخصيته قوية شكل شخصيته عمل ازاي قوية لو شخصيته قوية وانا بقولك انها قوية لا حيقدر يلحق شخصيته قوية وانا بقولك لو شخصيته قوية وهي قوية لا حيقدر يعمل ممكن بقى ساعة يعني لما يبقى فيه دربكة يبقى فيه رأيه سلب فيه مطلوب وارد يعني ما هياش يعني ما هياش احكام مطلقة ايوة هو هو القصد من الكلام ده يا جماعة اللقوف عند الاحكام المطلقة الشيطان اللي هينفع يبقى ملاك ولا الملاك هيرجع يبقى شيطان في الحالتين يعني ما تكلموناش عن ان الراجل ده مدرب هايل جدا وشخصيته قوية واللعبة دي رائعة جدا وفلان ده احسن لعب وفلان ده متوظف كويس قوي وبعده بنقلب لسطحيين قوي مع اول هزيمة او حتى هزمتين او اي مباراة فجأة احكام القيمة هي اللي تتنسف بقى وده المشكلة الحقيقية احكام القيمة دي لازم تستقر انا رأيي انه سين ده حد محترم اه بعد كده يعمل سلوك غلط بعد كده يعمل تصرف غير لائق لكن عمر المحترم ما هيرجع يبقى غير محترم عمر ما الشيطان هيرجع يبقى او الملاك هيبقى شيطان احكام القيمة هي اللي مشكلة فكان لسارتي محل اشادة وتقدير واعجاب كابتن عماد متعب برضو من اللي اشاده بلسارتي بعد مطش الاتحاد نفكركم مع التغييرات العملة مستر لسارتي وانا عايز احايا مستر لسارتي على اسراره راح جاب سالح جمعة اللي بقى له فترة كبيرة جدا مش موجود وحطف برق زمان ونزله علشان صالح بيتمر بشكل كويس جدا ظهر بمجهود ومستوى عالي جدا جدا في التدريبات الراجل وعده انه يبقى موجود محطش في دماءه خالص الناس ممكن تقول ايه او الناس ممكن تتكلم او تنتقده حتى لو صالح وصالح نزل في ظروف صعبة جدا في الماتشين في الزمالك في المبرتين صالح عنده امكانات عالية جدا العيب دلوقتي عايز والعيب لما بيكون عايز عايز الكورة ادي له ادي له عشان هيديك المرضود اللي انت مستنيه راب عليك اه تغييراته رمضان رمضان نزول رمضان صبحي نزول صالح جمعة عمله فرق كبير جدا بالنسبة لشكل النادي الاهلي بدأ يلعب من على الجناب واللعب من على الجناب اللعب من على الجناب من على الجناب كابتش بير في الوقت اللي بيكون الواصل الملعب مقفول او العمق مقفول مهم جدا جدا والحلول بتيجي عن طريق يمكن تغييرات مرانت خرج شوية لكن في الاخر التغييرات اللي عملها وزي ما قال دكتور طه انه هو بيستناش ما بيسبورش يعني على طول مباراة الجناب لما الاهلي كان بيلعب كان الدنيا مقفولة عمل 3 تغييرات غيروا شكل المباراة النهاردة عمل تغييرين تغييرات رمضان وتغييرات صالح غيروا شكل المباراة طيب تقييم فني من الكابتن عماد بشكل موضوعي انه مصح صح ما بيستناش بيعمل تغييرات التغييرات تكون مؤسرة وهي دي طبيعة الكرة وانا بقول لك لما المدرب ينزل اللعيب يجيب جون يقول لك تغيير موفق ورؤية سقيبة طب لو نزل اللعيب ده ضيع ضرب الجزاء يبقى المدرب غطف ايه يقول لك اصل الراجل بعيد عن المطشط بقاله مدة وتيجي تنزل وتديره مسؤولية زي دي يعني انت هزيت ثقة وبعدين بتحمله يعني دايما هناك ما يمكن ان يقال على ضوء النتيجة لكن في المجمل فيه اشادة بشخصية الراجل وبفكره والاشادة عندما تأتي من واحدة كابتن عفة نصار قال لا ما يشيد بحاجة في النادي الاهلي لو بقالها ايه ما تعالوا نشوف الاهلي عمل مباراة النهاردة كويسة كسب بترجيت اربعة نتيجة كبيرة الاهلي اشرك اكتر من لاعب يعني لو اي حد قبل المباراة كان تسأله على التشكيل بتاع الاهلي كان اكيد التشكيل هيختلف لان فيه لعيبة كويسة جدا كانت موجودة برا رمضان واكتر من لاعب يعني موجودين برا حسين الشحات موجودين برا صالح جمعة فيه لعيبة كويسة جدا كان يعني اي حد هتقول له تشكيل هيقولك لا ده لازم حد يلعب فيهم لا بجد لا صارتي مدرب محترم مدرب عنده رؤية كويسة جدا يمكن الرؤية دي كمان بنت في المباراة مش اللي فاتت دي المباراة بتاعة افريقيا لما عمل تغييرين كبار قوي تغييرين دولة تأثروا بشكل إيجابي جدا عن نادي الأهلي فأعتقد ان دي بقت جراءة يعني هو حاس ان اللي برا ممكن يدي اكتر من اللي جوه الأهلي عاد الفترة دي بشكل كويس ابتدى يظهر بالأداء يعني بدون اي حاجة تانية يعني ابتدى اللعيبة هي اللي بتفصل في الملعب دلوقتي بشكل كويس النهاردة استحق الثلاث نقاط اذا النتيجة بتؤثر على تقييم الناس لكن بشكل عام ما هو الرجل لما يكون كسب تسع مطشط وتعادل مباراة ها ورى بعض يعني يعني عمل عمل وكسب كم مطش ورى بعض تمن مباراة تمن مباراة وتعادل واحد ها فلابد ان هو يعني يبقى عنده حاجة الاخفاق اللي جيب مع بيريمدز مؤلم لانه مع بيريمدز اللي بنفسك اللي السوشال ميديا بتتابع والإعلام بتتابع هيعمل ايه معاك يعني فيه نوع من السكونة أو نوع من التوتر اللي هو بيخلي النتيجة دي برضو مش زي نتيجة أي مباراة تاني فهو ده الغضب وانا متفاهم ماذا الكلام لكن خلاص بقى صفحة وطوينها وانا اعتقد اللي انا شفته من مباراة للنهاردة بيقول كده بيقول ان شبابنا واعي جدا لدوره وعلى مسؤولياته وابتدى فعلا يشوف بقى السم اللي في العسل يعني هم يعني بنسبة كبيرة جدا بدأوا يلتقطوا الحاجات اللي مقصود بها تصدير المشاكل الأهلي ويرد عليه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة